سلام عليكم معكم قناة وصفات وفدوات تحياتي للجميع تدبير اليوم طريق التعقيم المشط في المنزل وهذه الطريقة رهي ضرورية ولازمة على الاقل مرة ولا مرتين في الأسبوع ولا قبل ما تغسلوا بشعوركم نصيحة الجميع تغسل شعرك وتعاودي تمشتي بنفس المشط اللي كنت تمشتي فيه هو انشف بلا ما تكوني عقمته طبعا لكم عارفين فروة الرأس رهي معرضة للغبرة للبكتيريا للديدن اكسي تيغا دونك رح نوريك اليوم الطريقة قبل ما بدا نفتح قوس حنوجه كلمة لأصحاب المحلات تعل حلاقة رح كيلي بخودوي لستغيليزاتور اكسي تيغا تعل مشط وتعل منشفات يعني مشي من راس الرأس تستعملوا نفس المشط ونفس المشفة كل مشاكل فروة الرأس من حقه ولا الحب ولا سببها هو عدم تعقيم المشط راني دولة المقدمة بشكل ذاك ننصحكم وتفهموك ونخليكم مع الطريقة مباشرة اذا جيبي هنا بسينا تكوني مخصطها سبيسيال موض للمشط ولا تكوني تاني تعل حوائج ولا عادي تكون نقصوله ونقيا نجيبوا اين باكي تعل بيكاربونات 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 السوديوم هادي تعل الباكي ليكون صغير ولعندكم هاديك الباكي الكبير او البوكر الكبير ديروا ملعقة كبيرة من البيكاربونات نزيد معها هنا فنجال من الخل يعني الخل الابيض ولا الخل احمر معلش ما يهمش وعندي هنا الماء المغلة يعني تغلي هادك الماء ومن بعد الضيفيه في هاديك الباسينا وتحطي المشط التيعك كي مراكي تشوفي يعني على فمه هاكذا كي مراكي تلاحظي يعني اي مشط عندك حتى ليك خب اللي تشدي بيهم شعرك حطيهم ودايما تديري هاد العملية على الاقل قبل ما تغسلي شعرك او قبل ما تدوشي هاد العملية باش من بعد ما تغسلي شعرك تمشطي بالمشط اللي يكون امعقم طبعا حطيت هنا كامل المشط اللي عندي ليك خاب تاني تحطوهم يعني اي حاجة مخصة للشعر تحطوها في هاديك الباسينا وتخلو حتى يبرد هادك الماء وتقدرو تمسوه يعني خلوه نص ساعة ولا ساعة غير بعولة حتى تولو تقدرو تمسو هادك الماء من بعد وشتيرو اتصفو هادك الماء يعني تنحو الماء هادك تنحو هادو كمشاطي اتصفو هادك الماء وتعاودو تغسلوهم مرتين حتى تلتة مرات من هادك المملة بيكاب وانا تكون تبقى في المشطة ما يعني راح اطر لكم فروتة رأس دونك لازم وضروري انكم تغسلوهم مليح مليح بالماء يعني مرتين ولا مين الاحسن تحطوهم تحت العين تغسلوهم انا بتويس كراني نصور دونك غير في الباسينا باش نوريكم طريقة يعني غسل وتعقيم المشط دونك توما المدى بيكم تحت العين هكذا فلا صال دوبان ولا تغسلو وحده بوحده يعني مشطة مشطة ومن بعد تصفوهم يعني من هادك الماء وتحطوهم في الشمس مين الاحسن يعني حطوهم فرشو لهم حاجة وحطوهم في الشمس وخلوهم يعني مهم هادك الشمس راح اتحقم لكم المشطة المشطة التحكم خلوهم ينشفو وتستعملوهم عادي بطريقة عادية هنا هكذا حتى تضمني انه ما تكونش عندك مشاكل لفروة الرأس يعني كما قلت لكم الحكة ولا القمل ولا يعني الحب ولا كله راه يجي من هاد المشاكل تع المشطة خاصة عند قاعات الحلاقة يعني اللي ما اي مشتوق من يعني من راس الراس ما تبدلش هادك المشطة ومتعقم هاش ما استغليزي هاش دونك ننصحكم لبنات باش انتو ما تدو يعني بعين الاحتبار هاد النقطة ونقول لكم هادي هي تدبير اليوم ان شاء الله تقوموا بهذا العملية كما قلت لكم مرتين ولا على الاقل مرة في الأسبوع اتعقموا المشطة تحكم وإلى اللقاء في تدبير أخرى بإذن الله